شبكات غصار أهل بيت الإسلامية نرد على ملتقادات الشيعة الإيمانية تقدر لكم بسم الله الرحمن الرحيم أسن تعلق بي وحتل وجداني وأثرف العين من دمع كهتاني لكم شجاء رغم كل المحن وظروف التي تعصف بالمسلمين هنا وهناك نرى البعض يسعى لخرق الوحدة الإسلامية بل يتفنن في الاستفزاز الطائفي البغيذ كم هو محزن أن لا يفرغ بعضنا من هجومه اللاذع على صحابة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم باسم عرض الحقائق وقراءة التاريخ كم هو مؤلم أن تشوه الحقائق ويزيف التاريخ ويطعن في ثوابة الأمة وينال من عظمائها يا فلان لماذا ولمصلحة من إنه تعلمون كما في الروايات حينما الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم يظهر حينما يظهر فإنه أول ما سيقوم به هو إخراج أبو بكر وعمر من قبريهما وصلبهما وإحراطهما على الشجر في المدينة أمام ملايين من المشاهدين ولكن في الواقع اللي يكون لا نميهم ينتقل من أبو بكرهما خصوصا في هذا الزمان يقول لك تقي ما تقي كله باطل كله كذب في كذب لا تقيت في هذا الزمان ما هم بأمة أحمد لا والذي فضر السماء ما هم بأمة خير خلق لا هباد أن وانتهاء ما هم بأمة إن شر البناء أن يسكت العاقل ويتبجح الجاهل لكن القبة الصماء لا ترجع غير الصدى فإلى القباب غير الجوفاء أهدي كلمات ولكن أبو بكر وعمر لعنة الله علي داسا كرامة أهل البي يا مشوهة راثي آل البي يا عدو وحدة المسلمين لماذا لماذا تثير الفتن والبلبلة بين الناس كيف تجرأت على الطعن في أناس اختارهم الله ليكونوا جلساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخاب بضوان الله عليهم لماذا تمجدون قتلة أهل البي لماذا تترحمون عليهم لماذا تتردون عليهم اسمع لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إنهم أخلصوا دينهم لله وجردوا متابعتهم لرسول الله سلوا بلاد فارس والشام ومصر وبلاد الرافدين وبلاد أفريقيا من فتحها سلتر من أسقط عرش كسر وأزال ملك قيصة من فتح البلاد من حرر العباد من كسر الأصنام إنهم الصحابة من قعد قافلة السلام وقد جع الصحراء ماء واستنطرت تاريخ أنهمرت سحائبه سراء ورزال الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقه بدرا ولا أمت ركائبهم حراغ هو أبو بكر بن أبي قحافر عمر بن الخطاب عثمان بن عفان طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص أبو عبيدة بن الجرا خالد بن الولي المغيرة بن شعبة عمر بن العاص وأبو موسى الأشعر وعبد الرحمن بن عام لعنة الله عليهم جميعا اسمع والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نحن نعلم أن هذين الملعونين استطاعا أن يقوما بجريمة لم تماثلها جريمة أخرى في التاريخ الإنساني كله وتتمثل هذه الجريمة في تحريف آخر الأديان فأين العقلاء عن هذا الهراب؟ أين الدعاة والعلماء؟ بل أين المجامع الفقهية والحوزات العلمية؟ أين دعاة التقريب؟ حملات التقريب وما تقريب من هالحشي البطالي؟ ليوقفوا هذه المهزلة سلم من لسانك اليهود الغاصبون والنصار الحاقدون لكن لم يسلم من لسانك صحابة نبيك وخلفاء رسولك عجبا إنهم عظماؤنا آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار لا يرضى مسلم أبدا على وجه الخليقة أن يطأن فيهم أحد كائنا من كان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لعنة الله عليهم جميعا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ثلاثمائة نفر من الأوغاد سيماهم في وجوههم من أثر السجود السفلة ذلك مثلهم في التوراة فعمر الآن يحترق بنار جهنم أنا أقول اللهم لعن عمر بن الخطاء الله عز وجل ينسل عليه صاعفا من صواعف جهنم تحرقه أكثر أعذروني اليوم إن ارتفعت نبرات صوتي وطاشت كلماتي وهاجت مشاعري فإن في قلبي حرقة لا تطفئها بحار الدنيا دعوني أغضب لله غضة لعل الجبار يحرم بها وجهي على النار ويحشرني في زمرد أولئك الأخيار إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما رحمك الله يا أبا الحسن فلكم وقفت في وجوه الطاعين بل كان أبو بكر أعق يعني عاق كان والله أحسد قريش كله شتم الناس أبا بكر الصديق فوقف علي مناديا لا تسبوا أصحاب محمد ما يرضى أنه واحد خسيس مثل عمر لعنت الله عليه شتم الناس عمر الفاروق فوقف علي مدافع لا تسبوا أصحاب محمد حائشة كانت تفعل كذا وكذا 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 يعني شوفوا أم المتسكعين طعن الناس في عرض رسول الله فوقف علي شامخا لا تسبوا أصحاب محمد لا تسبوا أصحاب محمد يعني واحد الآن لما يقول عمر كل ماكو مشكلة حسد القرآن أيها الرجل اسقط أسن تعلق بي واحتل وجداني واحتل وجداني واحتل وفي العين مني لا تسبوهم فإنهم أصحاب نبيكم وهم أصحابهم الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقروا صاحب بدعة وهم ومن يارمي نعم نعم أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله في هؤلاء ومن يقاونا وقتاً لوجداني و حتل وجداني و أثرف العين مني دمعك هتاني لكم شجاس فيي حسنًا و آلمني الشيخ حسن الحسيني تصحبكم مع هذا الإصدار الصوتي والذي هو بعنوان الصديقان وآل البيت عليهم السلام